قالت وزارة الدفاع الجزائرية يوم الاثنين ان مقاتلة من طراز مكتسع وعشرين تحطنت خلال مهمة تدريبية ما ادى لمقتل احد طياريها واوضحت الوزاة في بيان لهو انه على اثر مهمة تدريبية مبرمجة تحطنت مساء هلاليوم طائرا عسكرية مقاتلة من نوع مكتسع وعشرون بسبب خال تقني واضاف ان سقوط المقاتلة جاء بعض اقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوفر بالناحية العسكرية الثانية ورغم تمكن الطيرين من القفص نتج عن حادث مقتل الرائد الطيار بمبخود الطاهر متأثرا بجروحه بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بوهران بالناحية العسكرية الثانية حوالث سقوط الطائرات الحربية متكررة في الجزائر خصوصا خلال السنوات الاخيرة وكلها انتيجة خال تقني بعسب تأكيدات رسمية ترجمة نانسي قنقر